نظمت جمعية مهندسية العدالة والتنمية اليوم بالرباطة لقاءا دراسيا حول النموذج التنموي للمغرب وذلك بهدف إيجاد نقلة نوعية لتطوير النموذج الحالي الذي أقر جلالة الملك محمد السادس بمحدوديته وعدم قدرته على تلبية احتياجات المواطن المغربي اليوم جمعنا واحد مجمع هذه الخبراء باش يتكلموا معنا في هذه الطروحات حول هذا النموذج التنموي وما يمكنش نخرجوا بخلاصات في يوم واحد هذا اليوم وهذا غادي يكون غير بحال افتتاح دير واحد الورش كبير اللي من بعد أطور وخبراء الحزب غادي ينكبوا على هذا النموذج التنموي ويعطيونا خلاصات اللي ممكن تستنير بها الحكومات وجميع الفاعلين اللي بغانوا الخير لهذا البلاد كيفاش يمكن هذا النموذج نجددوه كما كانت خطاب الملاكي سابقا نجددوه باش يمكن يكون لصالح أو سعش ترائح من المواطنات والمواطنين كيفاش يمكن الجهود اللي كنديروه في بلادنا تكون أولا تنتج الطروة وتعطينا واحد نسبة نمو قوية وفي نفس الوقت تاخد بعين الاعتبار ضرورة تقليص الفوارق بين الفئات وبين المجالات هذا اللقاء الذي تميز بمشاركة سعد الدين العثماني الأمين العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة عرف مشاركة الساتذة وخبراء أكدوا على ضرورة انخراط جميع القوى الحية بالبلاد لبلورة نموذج تنموي جديد قادر على إنتاج المزيد من الثروة ورفع نسبة النمو إلى مستويات أكبر وأن يضع المواطن المغربي في صلب السياسات العمومية العرض كان على المهندسي اليوم ولكن مختلف الخبراء نحن نحتاج إلى العلوم الإنسانية نحتاج إلى العلوم الاجتماعية نحتاج إلى الدراسات النفسية نرى كيف هذا الشيء كامل نطوره نبعته الأمل في تطوير هذا الوطن ومواطنين لذلك ارتأت جمعية مهندسي العدلة والتنمية إلى تنظيم هذا اليوم الدراسي من أجل فتح نقاش عميق حول المعالم الأساسية للنموذج التنموي الذي من خلاله يمكن أن نجيب على الإشكالية التي تعيشها البلاد هذا وركز المشاركون في ختم هذا اللقاء على ضرورة التقاء السياسات العمومية وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والالتزام بحكامة التتبع والتنفيذ لمكونات النموذج التنموي المغربي حتى لا يبقى هذا الأخير عرضة لذوي المصالح الخاصة ولا يخضع لمنطق وزمن الحكومات المتعاقبة باختلاف مشاربها ومرجعيتها